بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تفعيد شفاء يعطيكم العافية رب بداية رحب أعرفكم بنفسي أنا جميلتكم تبارك الشورى من تفعيد روح رح أكون إن شاء الله معكم هذا الفصل في شرح جزء من محاضرات مادة الفيزيولوجي اللي هي المادة الأرواع والأحلى عندكم بهذا الفصل والأمتع فعليا فإن شاء الله رح أكون معكم عشان نسحل هاي المادة ونبسطها قدر الإمكان عشان يعني المفروض الواحد يطلع من هاي المادة بإذن الله بأكبر كمية علم ممكنة وبأعلى علامة اللي ترضيكم فإحنا إن شاء الله هون عشان نبسطها أي سؤال إحنا جاهزين دائما عشان ما أطول بالحكي إحنا اليوم رح نشرح إن شاء الله التفريغ الثالث من تفريغ الدكتور أحمد القاعود بس هي كرقم محاضرة بتكون إن شاء الله محاضرة رقم اثنين تمام هلأ خليلا نبلش إحنا رح نشرح بشكل عام بهاي المحاضرة رح نحكي عن البودي فلودز هو موضوع أساسي جدا ومهم جدا لإننا كالطباء مهم نعرفه وكتير رح يتكرر معنا لقدام بالفيسيولوجي وبالباثولوجي لما إحنا نعرف الطبيعي رح نعرف الخلل في هذا الطبيعي كيف رح يكون لي مرض معين من الأمراض عشان بالنهاية نعرف إن شاء الله كيف نعالجه فهي المحاضرة هي محاضرة بسيطة بنبني عليها كمان أشياء لقدام فإحنا نفرض نطلع منها إن شاء الله فهمين وحافظين لأنها يعني مش صعبة بالعكس سهلة وبس بدها يعني شوية تحفظه تركيز وإن شاء الله بتكون أمورنا فيها تمام تمام الوديفلويتز يعني موضوعنا اليوم اللي هو نحكي إحنا عن سوائل الجسم عن السوائل اللي موجودة في هذا الجسم رح ناخد أول إشي مقدمة بسيطة عن السوائل وعن الاتزان الداخلي ورح نفصلها لأنواع ونقسمها بعدين رح نروح نعرف محتوياتها ونعرف شو اللي زيادة فيها بتعمل وشو النقصان فيها بيعمل إن شاء الله يعني نوضح كل الأمور فيها بداية خلينا نبدأ نحكي عن الهوميوستيس أنتو أخذتوا بالمحاضرة الأولى إنه الهوميوستيس هو عبارة عن الاتزان الداخلي في الجسم الاتزان الداخلي في الجسم يعني أنا أحافظ على النورمل داخل هذا الجسم صح ولا لا؟ ومن أهم 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 الأشياء اللي أنا لازم أحافظ عليها ضمن النورمل اللي هي الفلويدز تمام فهوميوستيس يعني الهوميوستيس إتزان الداخلي في الجسم كل ياته بيشتغل عشان أنا أخلي الاكسترا سيرولار فلويد اللي هو هاي السوائل اللي بتكون موجودة داخل الجسم ثابتة في الحجم in the volume and content لأنه إذا اختلف الحجم بصير مشكلة وإذا اختلف ال content محتواها من ions وال substances كمان عندي بصير مشكلة فبالتالي إتزاني داخلي للجسم كل ياته بيشتغل عشان يخلي لي ال volume وال content constant ثابتين تمام؟ general information of body fluids ناخد هيك معلومات عامة وبسيطة عن body fluids normal 70 kg adult male contains 42 liters of fluid يعني إحنا لو بنحكي عن رجل بالغ كبير وزنه تقريبا 70 kg قد تقريبا رح يكون فيه عنده كمية fluid السوائل في جسمه بيحكي لك رحكون 42 لتر يعني 60% من جسم الإنسان 60% من وزن جسم الإنسان بيكون شو؟ بيكون عبارة عن سوائل بيكون عبارة عن fluids تمام؟ يعني على فرض لو إحنا بنحكي هذا الأبرج يعني 60% هاي هي عبارة عن أبرج هي عبارة عن متوسط طبعا تختلف من إنسان لإنسان هلا رح نحكي عن هذا الحكي بس مثلا إنسان وزنه 80 وزنه 50 وزنه 70 60% من وزنه بيكون شو؟ بيكون fluids طيب هاي 60% من fluids تقسم إلى قسمين هاي 60% تقسم إلى 40% and 20% تمام؟ 40% هاي هي عبارة عن intra cellular fluid تمام؟ وال20% هي عبارة عن extra طب شعني intra و شعني extra ال intra cellular fluid هي عبارة عن السوائل اللي موجودة داخل الخلية يعني أي سائل أو أي كمية سوائل موجودة يعني محاط فيها الغشاء البلازمي تبع الخلية أنا بسميها شو intra cellular space or intra cellular fluid بينما الباقي اللي هو بيكون خارج الخلايا يعني إما بيكون بين الخلايا أو بيكون بالأوعية الدموية هلأ رسنا رح نحكي عن تفصيلها المهم إنه ما يكون في حدود الخلية هذا النصر بسميه بسميه extra cellular space or extra cellular fluid تمام؟ هلأ هاي 60% هي نسبة عبارة للكل إنه أي جسم إنسان 60% من وزنه بيكون fluid طبعا هي نسبة يعني هذا المعدل للنسبة بس هي بتختلف حسب الجندر بتختلف من الميل للفيميل بتختلف كمان حسب الفات اللي موجود في هذا الجسم كل ما زاد الفات أكتر كل ما زاد الدهون أكتر في هذا الجسم كل ما قلت كمية السوائل ليه؟ لأنه درسنا في البيو إنه الفات هو عبارة عن هايدروفوبيك مولكيول يعني بيخاف من المي هايدروفوبيك يعني بيخاف يعني بيهرب من المي فبالتالي إذا كان كمية الفات مثلا كان في عندي أوبيس برسن كان عندي شخص ناصح تمام؟ رح يكون عنده الفات كتير حتكون عنده كتير دهون فبالتالي هاي الدهون هايدروفوبيك فرح تكون عنده نسبة الفلويدز أقل مثلا الميل للفيمير بتختلف أصلا النسبة الفات في الفيميل أكتر من الميل فأوريدي رح تختلف معها نسبة شون نسبة الفلويدز في هذا البودي تمام؟ إذاً هذا المعدل المتوسط لبارث الميت видим إذاان أنا ما بحكي سواء الجسم أنا ما بحكي عن مياه نقية ما بحكي عن ماء نقي لا هذا الماء أو هذا الووتر شو بيكون فيه بيكون داخل الخلية سيكون في نوع أيونات معينة أو كميات معينة من الأيونات لو انا بحكي نوع أيونات بكميات مختلفة وبمواد مختلفة معناته انا ما عم بحكي عن ماء نقي انا عم بحكي عن فلويد بيكون فيه وبتختلف حسب انا عن اي كمبارتمنت عم بحكي عم بحكي انترا ولا اكسترا سيولار تمام زي شو اللي بتختلف زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي اللي بتختلف تمام وي كان لفور 55 لا 58 ديز وداوت فود يعني تخيلوا انا بقدر اعيش من 55 ل 58 يام بدون انا اكل بس اده بقدر اعيش بدون ما اشرب مي ثلاث ايام فقط اوكي بطوي كان هذا الحكي بخلينا نفهم ونعرف قدية الفلويدز مهمة في جسمنا احنا لو صار في عندنا خلال بسيط في الفلويدز في حجمه او في الكونتين تبعه حتصير عندنا مشاكل وامراض ممكن حدا يتخيلها فبالتالي انا شوفوا الفرق بين قدية بقدر اعيش بدون اكل بس قدية بقدر اعيش بدون ما تمام اوكي هلا why the fluids topic is important for the doctors يعني انا شو بيهمني ادرس هذا الحكي اني انا شوفي عندي فلويدز وهذا الحكي فاحنا نحكي انه because many of your patient you will treat them by fluids only يعني انا اضبط له الفلويد كفوليوم او ككونتينت انا هيك بكون عالشت له المرض فقط and the many diseases of the body is related to the fact in fluid volume or content اذا كتير امراض عندي تكون خلال اما بالفوليوم او بالكونتينت في الحجم او في المحتوى تبع هاي الفلويد so in the hospital you should give the appropriate amount and content of fluids to the patient which related to his disease يعني انا اذا اعطيتو مثلا محلول في حجم الفلويد زيادة او في مثلا هذا الايون زيادة انا هيك بخرب الدنيا فبتاعي كتير مهم اني انا اعرف شو الاشياء اللي لازم اعطيها وشو الاشياء الطبيعية عرفتو كيف يعني مثلا بحكو لكم مثال يعني الناس اللي عندهم بكون فشل في القلب تمام بكون عندهم حجم السوائل في الجسم الزيادة تمام so if you order the fluid for the patient with heart failure you will increase the volume overload and you will harm the patient يعني تخيلوا انا عندي هذا الpatient اصلا حجم السوائل في جسمه زيادة لانه عنده فشل في القلب فانا اروح اعطيه كمان سوائل للجسم انا هيك بكون اذات الpatient مش عالجته فالموضوع كتير مهم اني اعرف شو النارمال if you give a glucose fluid to a diabetic patient يعني انا مريض معه سكري اروح اعطيه محلول هاد المحلول فيه glucose فيه سكر انا هيك في الطرق طبعا انا هيك اذات المريض you will harm the patient because you will increase the glucose level significantly in the blood انا هيك بدل ما اعالجه انا هيك خربت الدنيا رحل بدل ما انا زل له نسبة السكر في الدم انا زلت له اياه فانا هيك ضريت الpatient عرفتوا كيف عشان هيك يعني مهم اننا كاطباء انو احنا نعرف الفلويد والنورمل وال content and volume تمام هلا how can the body keep the fluids constant يعني انا جسمي كيف بيخلي الفلويد ثابتة في عنا input وفي عنا output يعني جسمنا زي وزي اي شغلة في عنا مدخلات في عنا مخرجات له هاي الفلويد شوفوا كيف هلا by make a balance between the input and the output of fluids يعني لما يجي الجسم يوازن بين الفلويد اللي بدخل على الجسم ويوازن بينه وبين الفلويد اللي بتطلع من الجسم هيك هو بيحافظ على كمية ثابت داخل الجسم من الفلويد عفوان احنا هلا بنحكي عن شو طرق ال input تبعت الفلويد للجسم شو طرق ال output شوفوا كيف هلا احنا كيف مندخل الماء على الجسم من خلال ال ingested water يعني اما السوائل اللي انا بشربها مية عصير او هذا او الاشياء اللي انا باكلها بكون فيها مياه زي الفواكه الخضروات الاكل بشكل عام فبالتالي انا normal volume من ال input او من ال ingested water في اليوم الواحد بيكون 2.1 liter per day يعني انا باخد 2.1 liter per day يعني في اليوم الواحد تمام هي اول طريقة لل input لاني انا ادخل water على الجسم تاني طريقة اللي هي مش ادخل water بس اللي هو بتصنع water في الجسم اللي هو water synthesis by different metabolic reactions in the body يعني في عندي عمليات ايض داخل الجسم مثلا عمليات التنفس الخلوي او عمليات اخرى ممكن انها تكون لي تصنع تنتج الماء داخل الجسم مش شرط انا اخدها من برر لا في عندي اشياء بتنتج الماء داخل الجسم تمام هاي شوف بسميها انا water synthesis by different metabolic reactions in the body قد تقريبا بتكون كميتها في اليوم بتكون 200 ملي لتر فالتوتل اللي هو 2.1 لتر انا اخدتها انجستد من بره يعني عن طريق ال digestive system وفي عندي 200 ملي لتر عفوان 200 ملي لتر اللي انا تم انتاجهم داخل الجسم عن طريق الميتابوليك ري اكشن الديتوتل اللي رح يكون من الواتر اللي دخل على الجسم 2.3 لتر برده تمام اللي هو لترين فاصل ثلاثة طيب هذا اللي بدخل على الجسم اوكي الاوتبوت في عنا كم طريق للأوتبوت في عنا اربع طرق اللي هو اليورن من خلال الرينال سيستم اللي هو الكيدنيز وفي عنا الفيسيز اللي هي من خلال الجي اي تراكت وفي عنا السويتنج وفي عنا اللي هو الانسنسيبل ووتر لوس تمام هلا اليورن ادي تقريبا النورمال لبل افذي يورن برده اللي هو 1.4 لتر برده يعني 1.4 بس من اللتر برده تمام هذا عن طريق الرينال سيستم اوكي في عنا الفيسيز اللي هو الجي اي تراكت اللي هي الفضلات اللي تطلع عن طريق الجهاز الهضمي ادي بيكون فيها نسبة سوائل او نسبة مي بتكون 100 ميلي لتر في اليوم الواحد تمام احنا هون بنحكي عن النورمال السوائل تمام السوائل بتكون 100 ميلي لتر بيرتي يعني بتكون 100 ميلي لتر مل التعرق في اليوم الواحد تمام في عمدي كمان اللي هو الانسنسيبل ووتر لوس اللي هو فقدان الماء اللي خلينا نحكي غالمحسوس هاد قدي بيكون 700 ميلي لتر في اليوم تمام اذا حكينا انه التوتال هيك لو جمعناها اللي هي 1.4 مع 100 مع 100 مع 700 سيطلعون 2.3 لتر داي من الاوتوت من كمية اللي بتطلع من الجسم تمام هاي كفة الميزان اللي بتطلع من اللي بتطلع من الجسم وهاي كفة الميزان لالفلوتز اللي تدخل على الجسم 2.3 2.3 فبالتالي لما اللي بيطلع قد اللي بيدخل فبالتالي كمية السوائل وحجم السوائل في الجسم سيضله ثابت اذا هاي هي آلية الهوميوستيس انه اللي بيطلع قد اللي بيدخل من السوائل على الجسم نعيد هنا بشكل سريع حكينا المياه اللي اللي احنا بنشربها كمياه عادي او كماء عادي او اللي بتدخل بالاكل بتكون 2.1 لتر بير داي والماء اللي بتم تصنيعه داخل الجسم عن طريق المتابولي رأكشنز اوكي بيكون 200 مليلتر بير داي التوتل تباع هين 2.3 مليلتر تمام وفي عندي الاوتبوت اللي هو اليوران اللي هو البول عن طريق الرينل اللي هو الجهاز البولي 1.4 لتر بير داي هذا النورمال الفيسيز اللي هو الفضلات عن طريق ال GI tract 100 مليلتر للسويتنج التعرق الانسنسابل ووتر 100 ب700 مليلتر التوتل رح يكون 2.3 لتر بير داي هلا طب الانسنسابل الووتر هاي المعلومة اللي احنا تخطيناها شو يعني فقدان ماء غير محسوس لها انا كيف يعني افقد ماء بدون ما احس بيحكي لك هون هي فقدان ماء involuntary اللي هو لا ارادي مش انا بتحكم في we are not aware of them يعني انا لما بفقد بيتبخر من عليه ماء بس احنا ما منحس اللي هو evaporation اوكي اللي هي عملية شو عملية التبخر هاي شغلة اللي هو انسنسابل غير محسوس وال exhaled air during the breathing process يعني انا لما بتنفس الهواء اللي بيطلع في عملية الزفير بيكون فيه جزء ماء بس هل طبعا انا ما بحس فيه بس يعني اوكي اذا هادا هادا انسنسابل وتحكم فيه لا involuntary هلا now we have 3 scenario احنا في عنا 3 scenario محتملة اول الشي اللي هو normal body fluid متى بيكون عندي normal body fluid لما بيكون في عندي كسب زيادة للمي ولا بيكون عندي فقدان زيادة if we have the normal body fluid volume 42 liter هذا حكينا average زي 60% نفس الشي average كمية او حجم المياه الفلويد اللي بيكون موجود في الاسم هو 42 liter تمام by the end of the day we will not gain nor lose water يعني لا رح نفقد ماء ولا رح نفقد lost water ولا رح نفقد water هادا اول scenario محتمل normal طيب السيناريو الثانية اللي هو reduction in body fluids volume لو قل حجم السوائل في الجسم if we have less than 42 liter of fluid we will feel thirst رح نكون عطشانين and we will start to drink more water اوكي لأنه increase input يعني انا الطبيعي انا مثلا اشرب لترين ماء في اليوم الطبيعي هذا على فرض اوكي لو انا كان لدي نقص السوائل في جسم هذا الاشي رح يحفز عندي مراكز العطش في الدماغ عشان انا احطش واروح اشرب ماء فبالتالي ازين كمية الماء اللي بتدخل على الجسم تمام يعني آلية تعويض at the same time our body will start to reduce water output so increasing the body fluid volume back to normal اوكي يعني لو انا قل كمية السوائل في جسم جسم رح يزيد من input رح يزيد من كمية الماء اللي تدخل ورح عشان يعوض here you will take 2.3 letter وزيادة اوكي زائد additional needed amount تمام يعني انا فوق الطبيعي عندي 2.3 رح اخذ زيادة عشان اعوض النقص بنفس الوقت اللي هو يكون output عندي اقل من 2.3 اذا هي عبارة عن كفة ميزان اذا نقص اشي من هل التانية رح يزيد عشان يعوض اذا انا كمية السوائل في جسم قلت رح يزيد عندي input ورح يقل عندي output فهي عملية تعويض تمام هذا هو هميوستيس هذا ثاني سيناريو محتمل طيب ثاني سيناريو محتمل اللي هو لو صار في ان كريز في البودي فوليوم في البودي فوليوم مثلا الناس اللي عند تشل في القلب يعني مثلا شخص عنده زيادة في حجم السوائل شو رح يصير عشان يعوض رح يصير عندنا output زيادة رح يصير في عند urination اكتر رح تصير كمية الو رح زيادة اكتر تمام فبالتالي عشان انا اتخلص من الزيادة رح يزيد عندي output و رح يقل input ما رح يشعر بالعطش فرح يقل كمية المي اللي بتدخل على جسمه اتفقنا هذا هو سيناريو التالي المحتمل اذا الاول سيناريو محتمل انه يكون normal ثاني سيناريو محتمل لو كان في عندي reduction انا رح ازيد input و رح اقلل output ثالث سيناريو محتمل اللي هو لو انا كان في عندي اصلا increase في body fluid volume انا رح ازيد output عشان اتخلص للزيادة هاي و رح اقل input اتفقنا تمام هلا خلينا نحكي عن اللي هو body fluid compartments يعني عن زي نحكي الحجرات تبع body fluid اللي هو التأسيمة تبعيتا كيف تكون داخل توزيع السوائل في الجسم مهم جدا نعرف انه موجود داخل خلايا الجسم داخل خلايا الجسم وهو الاكثر خارجها وهو الاقل وتوزيعاتهم ويثبتهم من كامل سواء الجسم ويثبتهم من وزن الجسم ركزوا فيهم منيح تمام هلا نبالش نحكي عن اول معلومة most of the 42 liter يعني معظم اللي في fluid اللي بتكون في جسمنا الاول body are in the intra cellular compartment اذا 60% او معظم هاي 60% وان بيكون داخل الخلايا inside the cells اوكي this fluid compartment is called intra cellular fluid compartment اللي هو ICF intra cellular fluid اوكي this compartment contains two third من total body fluid يعني لو انا النورمال عندي 42 لتر 25 لتر من هن بيكون جو الخلايا يعني تقريبا من 60% 40% من body weight او 40% من هاي 60% وان بيكون جو الخلية تلتان body fluids او total body fluid استمع الى other one third of the total body fluids volume اللي هو 20% من body weight is located in the extra cellular compartment خارج الخلايا outside the cells this fluid compartment is called extra cellular fluid اوكي extra cellular fluid اللي هو قد بيكون 15 لتر اذا من هاد لعن 42 لتر رح يكون 25 لتر من هن جو الخلية ورح يكون عندي بس 15 لتر شو عاي هون رح يكون برا الخلية تمام عفوا يا جماعة انا صوتوا تعبعان وبأحل انه المرض والفيروس هاد هلك الكل تمام نكمل انا اتمنى يكون صوتي واضح نكمل الاخ الاخ اتمنى مرض اتمنى 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 الاخ انترا سليل الاخ خلية خلاص معروف انه الخليط وداخ حدود الخلية الأشياء التي تكون خارج الخلية تقسم إلى قسمين أول قسم هو الانترستيشال فلويد عفوال تقسم الانترستيشال فلويد الانترافاسكلر فلويد والموتينشال فلويد تخيلوا معنا هذه هي الخلية هذه هي الخلية تخيلوا هيك هذه هي خلية هذه الخلية هي خلية الغلبية العظمية جوار الخلية طيب اطلعنا هذه الخلية وهو السلمي برين وهو ما هو حجود الخلية بدأت لا أرسم رسمة أخرى أقوم بها تمام هذه الخلية هذا السلمي برين ما هو خلية في انترستيشال فلويد يعني هو يبدأ الفلويد هو الخلية ما بين الخلايا تمام يكريعني حلقة خلية حلقة حلقة خلية هذه الفلويد المنطف Where's theiod Administrative Fluid تمام とائip غير المنطف من الفلويد مثلا يعتبر مثلا داخل الفلويد الدموبية نقرأ هنا هلا عشان يصير اوضح الانترستيشيل سبيس اللي هو الانترستيشيل سبيس اللي هو اوكي and specific body tissue this fluid compartment is called انترستيشيل fluid compartment اللي هو تقريبا بيكون في 11 ل 12 لتر تمام بينما الانترا vascular سبيس اوكي this space contains the portion of extracellular fluid located inside the blood بسل this fluid volume equal to plasma proportion يعني هو نفسه اصلا لبلازما الانترا vascular space او الانترا vascular fluid هو نفسه اللي بكون داخل blood vessel او بكون تقريبا 3 لتر وانا في عندي الكمية اللي هي بتكون في اماكن ثانية محتملة زي هلا احكي لكم عنها بس هاد خلوها شوية على جنب نقطة لاتخلها شوية على جنب بدي يلا احكي لكم او نرسم رسمة اوكي انوضح فيها هاي الشغلة بدي مكان هيك شوي فاضي بك عشان يعني ما نعجئ فيها على فرض مثلا انو هاي شو طبعا انا مش ابدا مش شاطر بالرسم فانو سكب الرسم هاي ستمك على فرض انها ستمك تمام هاي الخلايا جوه الستمك تمام هاي خلايا المعيدة تمام على فرض تكون هادلون خلايا اوكي مني نحكي هلا هذا الفلود اللي بيكون هون inside the cell هذا شو عدل اصفر اوكي وعبارة عن intra cellular فلود اتفقنا اتفقنا طيب في عندي هون في عندي فلود هون هذا الفلود اللي هون اللي بين الخلايا inside the tissue بس بين الخلايا مش جو الخرية الاخضر هو عبارة عن الانتر استشل في الود تمام اللي هو تقريبا قدي قلنا كميته خمستاش لا من 11 ل 12 لتر تمام هذا الاخضر طيب هلا هون خلينا نرسم هاي المعدة تمام هلا في عندي هون شو في عندي بلد فسل داخل على المعدة وهو بعاء دموي نعتبر انه هادا مثلا شريان هادا شو هاد عبارة عن بلد فسل هلا البلد فسل مش فيه RBCs خلينا نرسم الخلايا في RBCs هون صح هلا ال RBCs صح انا رسميها اسود بس هي احمر معروف هادا البعاء الدموي اللي داخل على المعدة في خلايا دم الحمراء اللي هي بما انها خلية شوفوا مجرد بما انها خلية فمعناته السائل اللي جو ها يعني بينضم لمين لعيلة اللي هو الانترا سليولار فلود هاي تمام طيب هلا في عندي هون فلود خلينا نرسمها مثلا بالأزرق فهذا الفلود اللي بيكون هون هدا بسميه انترستيشل لا متى بسميه انترستيشل هو عبارة عن الفلود اللي بيكون defining different tissue ما بين الخلايا اللاي النسيج بينما الفلود اللي بيكون خارج الخلايا القيادة بسمينيه plasma اسط break ما مراف السائل اللي بيكون داخله البعاء الدموي شو بسميه بسمينيه الدم صح معلاته هكه منوعة صار عنا الأصفر asylum ها الترا 甜 لقد ساعد قصر الأصفر هو الإنترسللل فلويد اذا رأيت الناس شاي هذا الفرق بين اللوitime وإن практиي عدا فرقي يعني جزء من الاكسترسيللر فلود اذا حكينا هذه الخلايا الداخل الخلايا اللي تكون جوا الخلية هي عبارة عن المنفصل تماما اللي هو التراسيللر فلود اما الفلود اللي بيكون ما بين الخلايا اللي موجودة في التشو بسميه انترسيللر والسائل اللي بيكون موجود ما بين الخلايا و ليس داخل الخلية ما بين الخلايا! سيسميه بلازمه بلازما الدم هاد لون التنتين عباره عن extra cellular fluid خارج الخلية بغض النظر هي مبين الخلايا او في البعاء الدموي أي شيء! خارج الخلية سسميه extra cellular fluid بغض النظر هو في مبين الخلايا او في البعاء الدموي تمام؟ اتمنى انها تكون هذه تمام هلا كمان عندي غير الانتراسيليولار نحن بأي قنا نكتب بالأحمر غير الانتراستيشل والانترافاسكولار في عندي كمان هلا احنا منعرف ان في عندي تجاويف داخل الجسم زي البلورالكابيتي اللي هو التجويف المحاط او المحيط بالرئة في عندي البريكارديا الكابيتي اللي هو التجويف اللي محيط بالقلب في عندي البريتونيوم تمام هذا اللي بكون في التجويف البطني هلا هادلون الكابيتي هادلون بكون فيها الفلود فهذا الفلود زي الفلود الضائع احنا بنتعلم او اللي هو بأماكن محتملة فهذا حتى هاد الفلود بعتبره انا من الاكستراسيليولار كل شي خارج الخلية هو اكستراسيليول تمام إذا كمية قليلة جدا من الاكسترا سيليدر فلود هي الغالبية العظمى إما انترستيشل ما بين الخلايا أو بلازما اللي هو الانترا باسكولار تمام إذا هو كمية قليلة جدا من الاكسترا سيليدر فلود كثير مهم لوظيفته ليه لأنه مهم جدا في بيكون هاي بالكافتي عشان بيعملي الربريكيشن بيعملي كثير وظائف مهمة وإذا زاد بيصير فيه ضرر فهو كثير مهم به هاي الكافتيز تمام وهو مش بس بالكافتيز They include the intraplural و intraperitoneal و intrapericardial هاي الكافتيز and joint spaces fluid احنا منعرف انه في عندي أنواع من الجوينت وفي عندي synovial joint اللي هو بيكون عبارة في عن synovial fluid هذا هو الفلود اللي احنا منحك حكينا كمان اللي هو joint fluid او joint spaces fluid لانه احنا الجوينت هو عبارة عن المفصل بيكون بين عظمة و عظمة ففيه انواع من هاي الجوينت في عندي نوع اسمه synovial joint بيكون فيه fluid بيكون ما بين العظمة و بيكون بهذا الفراغ بيكون شو بالمفصل بيكون فيه fluid عشان يعملي البركيشن عشان يعملي اللي هو يعني ما يصير فيه عندي احتكاك بالتالي اسمه synovial fluid هذا الفلود محسوب عن رمين على الاكسترا سيليلر fluid بس هو اصبا بتكون كمبيته كتير قليلة عشان هيك احنا حكينا شو حكينا انه very small proportion من الاكسترا سيليلر fluid اتفقنا هلا this fluid is called transcellular بيكون اقل من one liter تخيلوا يعني هذا من 11 ل 12 هذا ثلاثة لتر هذا بكون اقل من واحد لتر اوكي لانه اصلا فلمية الفلود اللي بتكون موجودة فيها مثلا ال intrapericardial او ال intra pleural هدا بكون كتير يعني كميتها او نسبتها قليلة تمام؟ فبالتالي احنا هان لو هيكا بدنا ننقص بشكل سريع حكينا انه ال fluids تقسم الى intra و الى extra cellular fluid والإكسترا يقسم الى اول واحد اللي هو ال interstitial fluid تمام؟ هاي ال interstitial fluid كما في عنا اللي هو ال intra vascular fluid هاي ال intra vascular fluid و في عنا اللي هو نسبته كتير قليلة مين؟ اللي هو ال trans cellular مين اكتر واحد فيها ال interstitial بعدين ال intra vascular اللي هو نفسه هونه نفسه انتيبولات خربطه هاد نفسه البلازما بين قوسين تمام؟ وال intra cellular اللي حكينا هو يشغل كمية كتير قليلة منه تمام؟ هلا لحكي the barrier between intra cellular fluid وال extra cellular fluid يعني ما بين الخلية و ما بين بر الخلية مين؟ غشاء الخلية اللي هو ال plasma membrane and the fluids transported between them by osmosis رح نحكي طبعا احنا عن انتقال ال solutes و رح نحكي عن انتقال ال water في كل الطرق بس هون نعرف انه ما بين الجو الخلية و بر الخلية مين؟ غشاء ال capillary membrane يعني غشاء البعاء الدموي نفسه هو اللي بيكون ما بين الا extra cellular fluid the barrier between plasma and interstitial fluid is the capillary wall هو ال capillary wall which composed of one layer من ال endothelial cell and destined by hydrositic and oncotic pressure يعني هاي اللي هو الا extra cellular fluid هذا البعاء الدموي هلا شو عم بمشي بمشي عنا البلازما مين اللي بيفصلي ما بين البلازما اللي هو ال intravascular و ما بين الفلود اللي هون اللي هو interstitial fluid بيفصلي اللي هو ال capillary wall وال capillary wall بتكون عبارة one layer من ال endothelial cell من النوع ال endothelial cell بتكون طبقة واحدة فقط فبالتالي حركة الفلود من خلالها بتكون شو بتكون سهلة بتحكم فيها نوعين من أنواع القوة اللي يتأثر على هاي الفلود اللي هو ال Oncotic pressure وال Hydrostick pressure كمان هذا الحكي ان شاء الله رح ندرسه هلا those layers will control water and material transportation from one compartment to another هاي الطبقة اللي بتكون الطبقة رقيقة من ال One layer من ال endothelial cell هي اللي تتحكم لي كيف الماء بتنتقل و كيف الماتيريال كمان بتنتقل عن طريق هذا ال compartment أو من هذا ال compartment لغيره انا ذري هلا نحكي نوت عن البلد نحكي معلومة عن الدم أو ملاحبة عن الدم هلا الدم contains both interstitial fluid RBCs و extrastitial fluid طب هاي المعلومة احنا سبقنا عليها مش حكينا هاد ال blood vessel في RBCs الفلود اللي داخل ال RBC ينضم الى interstitial fluid والفلود اللي ما بين ال RBCs هاد عبارة عن بلازما دفقنا consider as a separate compartment because it's contained in the circulatory system يعني الدم هو عبارة عن جزء منفصل يعني انا ما بضم ما بضم ولا البائلة هو عبارة عن اشي منفصل لانه كمان بيدخلي في ال circulatory system اللي هو الجهاز الدوراني تمام؟ هلا في عندي اشي اسمه ومصطلح اسمه الهيماتوكريت طب شعني هيماتوكريت هو عبارة عن الفراكشن of blood composed of RBCs يعني هو نسبة او جزء الدم اللي فيه RBCs يعني قديك كمية ال RBCs اللي موجودة عندي داخل الدم تمام؟ RBCs بس هلا بتختلف من المن من المن للومن المن فيها 0.4 اللي هي كمية او نسبة ال RBCs اللي موجودة في الدم طبعا اذا قلت نسبة ال RBCs اذا قلت نسبة خلايا الدم الحمراء اللي موجودة في الدم رجح يصير في عندي أنيميا اللي هو نقص او فقر الدم تمام؟ والدم في الرجال بيكون اكتر من الفيميل او اكتر من الومن يعني 0.36 في الومن و 0.4 في المن دفقنا؟ في الانيميك بيشنت البيشنت اللي عنده أنيميا ده هيماتوكريت ازلور يعني احنا نعرف اصلا انه الانيميا عبارة عن ضعف الدم او عبارة عن فقر الدم فقر الدم يعني نقص فيه عدد خلايا الدم دم الحمراء اتفقنا انا كل شيء بمسح عشان ما تصير صفحة كتير معجوقة مكف الرسم والاشياء اللي نعمل عشان التوضيح فانه بلاش عشان زيادة اوكي بيشنتس ويذ بوليثيميا هايير هيماتوكريت اوكي في عندي هذا المرض طب اوكي ليه يعني ليه ممكن فكركم انها تزيد خلايا الدم الحمراء لما نعمل هيك دايقة هون عشان نعمل عشان افرجيكو تعريف المرض بالزبط هاياتو هو عبارة عن ارتفاع خلايا الدم الحمراء ارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء في الدم ممكن يكون هو هذا المرض نفسه او ممكن يكون هو عرض لمرض تاني ساي شو مثلا ساي ممكن يكون مرتبط باللنج او هارت ديسيز او لفنك ات هاي التيتو طب دقيقة الناس اللي بتكون عايشة في مناطق عالية ليش بيكون عندها ار بي سيز اكتر ليه بيكون عندها زيادة في عدد خلايا الدم الحمراء البوليثيميا لانه في المناطق المرتفعة بتكون كمية الاكسجين مالها اقل آقل يعني كمية الاكسجين يدخلج علي الجسم وتحمل الارب يسيز اقل فبالتالي، هي هون الجسم على ازا ريفلكس كيف عمل لي؟ يزيد لدي من عدد خلايا الدم الحمراء عشان قد ما فيه اكسجين تحمل يعني بيزيد العدد خلايا الدم الحمراء عشان تدخل كمية اكبر من الاكسجين تحمل على الارب يسيز فيه الدم عشان هيك بيحكوا انه الناس اللي عايشين في مناطق اعلى بتكون عدد خلايا الدم الحمراء اللي هماتوكرت عندهن زيادة اكتر عشان تعوض نقص الاكسجيني اللي مودد في الاماكن العالي هاي عرفتو كيف او انها مرض مثلا في اللنج او مرض في الهارت تمام هاي هي النوت اللي حكينا عن البلد بشكل عامل طيب هلا نحكي عن شو عن الكمبوزيشن او بادي فلود كمبارتمنت نحكي عن شو عن مكونات البادي فلود اخيرا رح نحكي عن شو عن مكونات و كيف موزعة املاح الجسم داخل و خارج الخلايا يعني بالفلود او بالكمبارتمنت بشكل عام بلازما ايونيك كونتنت is identical to interstitial fluid ايونيك كونتنت شو يعني؟ يعني انه الاكسترا سيليل الفلود بوث of them are in the same compartment يعني الاكسترا سيليل الفلود كل يعتم سواء كان بلازما او interstitial fluid محتوى من الايونات اوكي الايون كونتنت اللي فيه متشابه ومتطابق اذا البلازما ايونيك كونتنت identical to the interstitial fluid اذا الاكسترا سيليل الفلود كل يعتم انا بعتبره من ناحية الايونيك كونتنت واحد لانه هو نفسه نفسه عرفتو؟ طيب الفرق وين بيجي اذا كان؟ الفرق بيجي مبين الاكسترا سيليل الفلود والانترا سيليل الفلود هو الفرق الكبير huge difference between the ionic content of extracellular fluid and ionic content of intracellular fluid mainly باي ايونز الاختلاف الرئيسي بالصوديوم وبالبوتاسيوم concentration الاختلاف الرئيسي بيكون في الصوديوم وفي البوتاسيوم concentration the difference between intra and extracellular fluid is kept by the action of sodium potassium pump اعتقد كمان هاي درستوها في البيوة ما بعرفيني لو مرت عليكم او لا لانه نحكي انه شوفوا يا جماعة هاي السل وهذا المكان اللي حواليها هو الاكسترا سيليل الفلود اتفقنا هلا الفلود اللي هانا انترا سيليل الفلود وهانا اكسترا سيليل الفلود تمام هلا الخلية من الداخل ادي بتحتوي على بتحتوي على صوديوم بتحتوي 8 ميلي اكوبلانت اوكي بير لتر تمانية اوكي بس تمانية طيب برا هاي تمانية صوديوم هاي عشان نوضح هون او خلينا نكريبها بلون تاني تمانية صوديوم طيب برا في عنا شوفوا كم ضعف 140 ميلي لتر اكوبلانت من الصوديوم شوفتوا الفرق هون هاد الفرق بالايونك كونتنت ما بين الاكسترا والانترا سيليل الفلود هاي الصوديوم طيب نجي على ايه البوتاسيوم شمالو البوتاسيوم جو الخلية ادي جو الخلية 150 اوكي هاي البوتاسيوم وبره الخلية ادي خمسه تمام هاد هو الفرق طيب انا عشان احافظ على هاد الاختلاف هاد الاختلاف هو النورمال مش انه مش نورمال هاد هو النورمال عنا تمام عشان احافظ على هاد الاختلاف فعندي اشي اسمه صوديوم بوتاسيوم بومب هياها هاي هي هون بتكون هايك الصوديوم بوتاسيوم بومب اللي هي شو بتعمل هي اللي بتنظم حركة الصوديوم والبوتاسيوم داخل وخارج الخلية وبتحتاج اي تي بي هاي الخلية لو وقفت لتها واعني في جسم الانسان او خلال دقائق الانسان شماله بيموت اذا the patient will die within minutes if the pump stops لو هاي البومب وقفت اذا هاد هو توزيع الايانز واختلافه ما بين الانترا والاكسترا سيلور فلود الصوديوم 8 جوه 140 بره الفوتاسيوم 150 جوه وخمسه بره تمام اوكي هلا طب انا كيف بدي اعرف انه مثلا انا بدي اعرف ادي حجم الانترا سيلور فلود اللي بجسم او بدي اعرف ادي حجم الاكسترا سيلور فلود بدي اعرف ادي حجم البلازما طب بدي اعرف ادي الانترا سيلور فلود اذا انا كيف بقدر اقيس حجم الكمبارتمنت بشكل منفصل في عندي مواد مثلا انا في عندي الماد اكس انا عارف انه اكس ما بتطلع من البلود فصل معناته انا لما اقيسها انا هيك بكون اس شو بكون اس لبلازما تمام اذا انا رما ادخلها على هات الجسم بكون انا بعرف قد بتنتشر فقد ما بتنتشر انا بعرف انه كل هاي الكمية عندي بلازما بس هاي المواد لازم تكون شو ما لازم تكون مش سامة مش مضرة للجسم اتفقنا توقع اني انا فبقت شوي هون بالمعلومات هون هنو اعطيكم مقدمة بالاول عن انه ليش نقيسها وشينا نعملوا هيك فخينا نشوف هلا نحكي لو انا بدي احذف عندي قانون اللي هو الكنتراتيشن of substance in solution equal amount of the substance على الووتر volume in the solution يعني تركيز المادة جوه السوليوشن جوه هذا المحلول بتساوي ادي كمية المادة اللي انا حطيتها داخل هذا المحلول على كمية السائل او حجم الماء تبع المحلول اتفقنا شوف كيف في عنا تو كمبارتمنت شوفوا هون شو بقلنا if we have تو كمبارتمنت هاد الكمبارتمنت الاول شوه الكمبارتمنت الكبير هاد استرنا شوه شوفوا بحبي يعني بحاول ارسمكم كل اشي ممكن تطلع شوين من حاضر طويلة بس انه عشان ما نترك اشي بدو ما نفهم هاد الكمبارتمنت الاول هاد الكمبارتمنت التاني شو بقلنا بقلنا the first one contain one liter water يعني هيا اعتو هون هاي لا استنوا شو كل هاد الكمبارتمنت هون هاي one liter water وهاد في two liter من الواتر تمام two liter من الواتر اتفقنا طيب شو بحكي لنا we add 10 gram of ink احنا ضفنا 10 gram من الحبر على الاثنين هاي الحبر الازرق حطينا هون 10 gram وهون 10 gram تمام حلا اسما هش رد نحتوي هن ها انه ه depois الخبيرة الخاموفات"... با فارنعادة избينية الفيركة عشية هذه الحكية معروف مثلا هاد الحكي انه احنا من زمان ان اخذه هلا وان رح يكون تركيز الحبر الاكبر هون ولا هون اكيد هون لانه هون كمية المي كمية الواتر بوليوم الصالة اقل تمام فبالتالي هون رح تكون اكتر عفوا التركيز اه اكتر يعني انا لو بدي احسب على قانون الكونسنتراتيشن ايكل اللي هو الاماونت اوف سبستنس اللي انا حطيتها اللي هي خلينا نحكي هون اماونت اوف سبستنس اوكي على شو على الفوليوم اوف فلويد او اوف دا سوليوشن تمام هلا الكونسنتراتيشن تبعي البيعاء الاول هذا نحكي ايه وهذا نحكي بي تمام الكونسنتراتيشن لا ايه ادي بيساوي الاماونت اوف سبستنس انا ادي حطيت سبستنس عشرة جرام هيا عشرة على الفوليوم اوف دا سوليوشن ادي كانت كمية المي اللي عندي واحد لتر هيا واحد لتر عشرة على واحد ايكل تن اذا تركيز الحبر في الوعاء ايه بيساوي عشرة طيب تركيز الحبر في الوعاء بي الكونسنتراتيشن في الوعاء بي ادي انا حطيت حبر في الوعاء بي عشرة جرام صح اي عشرة على ادي كان حجم الفلود حجم السائل اللي عندنا اثنين لتر صح عشرة على اثنين ادي خمسة اذا تركيز الحبر في الوعاء او في الكمبارتمنت بيكون اقل من الكمبارتمنت اي لانه حجم السوليوشن اكور اتفقنا يعني كاسة شاي كاسة شاي هاي مثلا اه نحكي مثلا ميت مل وهي كاسة الشاي قدي 500 مل حطيت هون معلقة سكر وهون معلقة سكر من الكاسة اللي رح تكون اكثر حلاوة اللي هي احلى اللي هي ميت مل لانه انا حطيت معلقة سكر على ميت مل بس بينما ما احط معلقة سكر على ميتين مل اكيد هون رح تكون كمية سكر بالنسبة لحجم المحلول اقل فالتركيز رح يكون تبعها اقل عرفتو كيف اوكي يعني اتمنى انا هتكون وضحة عينا حاوات اوضحها باكبر طريقة او باكتر يعني طريقة ممكنة the more water in the compartment كل مكانة المي اكتر the more dilution رح يكون خفيف اكتر of the ink يعني رح يكون فيه تخفيف للحبر اكتر فبالتالي رح يعطيني less color density يعني رح يكون دلون الحبر اخف يعني تركيزه اقل هاي الconcentration of the ink في الفرست تامبر اللي احنا حسبناها 10 هاي A اللي هي الفرست تامبر والتاني اللي هو ادي خمسة the amount of ink added is the same in both compartments طبما ليه ما انا ضفت هون 10 وهون 10 من الحبر عرفتو however the concentration of ink in compartment A 10 is higher than the concentration of ink في التامبر B اللي هو A5 تمام مع انه الكمية نفسها هيها فبالتالي بما انه الكمية نفسها يعني هاي الاماونت نفسها مش احنا هذا القانون اللي حكينا الconcentration equal the amount of substance على ال volume لو ان الاماونت شو بتساوي هاي لو حطينا هاي عواحد ضربو هيك هاي نرجع على رياضيات شوي ننشط مخنا الطب بعطل المخ من ناحية رياضيات فاحنا نحاول يعني هاي الاماونت تمام متساوية صح في الكمبارتمنت A equal the amount اللي كمية الحبر في الكمبارتمنت B طب الاماونت اصلا شو بتساوي القانون لو بنضرب دورتباتوري اللي هو concentration ضرب الفوليوم ل A بتساوي الconcentration ضرب الفوليوم ل B تمام اياه اياه فوليوم 1 بconcentration 1 equal فوليوم 2 بconcentration 2 تمام عفوة خلي بزة اياه تمام هلا اذا اذا ها اذا حكا ال مقادي بحاجة اللي حكاة لكوها قبل شوي ايه اه 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 انا بدي اجيب اشي ينتشر في هاد المكان بالظبط ما ينتشر بمكان ثاني مادة تنتشر بهذا المكان ما بتنتشر بمكان ثاني انا اكون قادر اني اتبعه داخل الجسم الانديكيتر عبارة عن substance هي عبارة عن مادة انا بقيسها عشان اعرف شو حجم الفوليوم لهذا الفلود يعني في الجسم ويجب ان نتشرت داخل الجسم انا بقيسها عشان اعرف شو حجم الفوليوم لهذا الفلود يعني في الجسم طبعا لما بس احط اشي سام في الجسم الانديكيتر عبارة يعني هون مكتوب اني مش حفظ وان مكتوب لا هون لازم نعرف اش الصبغة والمادة المشعدة هنستخدمها بس وين كان مش حفظ هون هذا الموضوع يعني الفهم اللي هو الكنسنتراتيشن هاي الشغلا تمام اوكي هلا هاد لون المواد نحفظها يمكن مثلا نجيب لك سؤابر امتحان اللي هو انا اذا بدأيس الاكسترا سيلولر فلود هذا الاكسترا سيلولر فلود فانا شو ممكن احط احقن لجسم في عندي مثلا مادة اسمها لابلت ن اي او مثلا الكلورايد الانيولان هاد لون المواد انا اذا دخلتها على الجسم تمام هاي مواد انا بداخلها على الجسم مثلا عن طيق حقنة اوكي رح تنتشر وين انا عارف انه هاي المادة بس رح تنتشر في الاكسترا سيلولر فلود يعني في البلازما في الاوعية الدموية في البلازما وين في الانترا سيلولر فلود هاد رح تدخل خلية لا مش هتدخل اي خلية فانا هان رح اعرف قديش حجم الاكسترا سيلولر في الواد اللي عندي لما انا اتبع قديم تشرت و قديم الشيط في الرسم تمام التوتال بادي ووتر انا بدي اعرف التوتال بادي ووتر يعني كل الووتر اللي موجود في الرسم هاي هي مواد حفظ اوكي اللي هي لو انا دخلتها على الجسم هاي المادة لو انا دخلتها على الجسم رح تمشي في كل انحاء الجسم اللي فيها ووتر فانا رما اتبعها واقيس ادي انتشرت في الجسم انا هيك رح اكون عرفت ادي انا عندي ووتر في الجسم تمام اوكي انا في عند يل اانترا سيليولر في الواد انا بدي احسب قديم كمية السائن اللي مضود بس داخل الخلية هل انا بقدر هل انا عند الى مادة تدخل بالخلايا فقط وما تمشي بها الاكسترا سيلولر في الواد لأ طبقي بدي احسب quanto ألوم برد احسب توتال بادي ووتر حلا التوتال بادي ووتر هي باره عن انترا سيليولر في الواد مول ا объясvit لكل الفلوود زبروت ciس Parks أريد أن اتكلم بكاتل الانترasellular fluid كيف نعمل بكاتل يغدد الانترasellular fluid تستطيع ان اتكلم بها كهذا التكلم بها مثل الانترasellular fluid وحسبت الانترasellular fluid كيف تتمكن بالانترasellular fluid لا يوجد بكاتل الانترasellular fluid الليل هيا ب احقق أمل على بلازم المفجن يضمة على الأمر بدأها الت الجوانية فلسطط انطلع بره البرد فبالتالي عندما أقيس نفسها في الجسم يعرف إنه قديش حجم البلازما اللي عندي المفجن بمسكة الانترستيشل لن انترسلشه لدي مواد الليل هيا المفجن وتقيسها مثل الانتراسلللر فبالتالي أنا بمسك الاكسراسلللر الليل هيا 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 بهاي المواد و تطرح منها من؟ بطلح من البلازما اللي أنا حسبتها بهاي المواد أوكي فهاي كمان calculated اتفأنا إذن هاي هي أمثل على مواد ممكن جيب لك سؤال بالامتحان اللي هو مثلا أنا عشان أحسب البلازما شو المادة اللي ممكن أستخدمها عشان أحسب الانترستيشل كيف أحسبها بتحكيله calculated هاي الشغلات إذن هي أمور بسيطة يعني يمروا عليها وإحفظوا أسماءها وميزوها بس كان الله بصير عليم نعم أتمنى أنها تكون وحط الفكرة اللي هي مادة بنحقناها بلسم بنعرف منها حزب الكمبارتمنت حسب أنا عارف هي وين تنتشر تمام حلق نوت if you want to measure the extracellular fluid volume we want an indicator that will only diffuse to extracellular fluid اللي هو البلازما and interstitium this indicator will not have the ability to cross the plasma membrane and enter the intracellular fluid يعني هذا الإشي اللي بديئس للإكسترسلular fluid ممنوع يعبر لي البلازما membrane هو غشاء الخلية ودخل على الإنترسلular fluid لو دخل على الإنترسلular fluid أنا هيك يعني بطلت أنا أدري أحسب بالإكسترسلular fluid لأنه هو انتشر إلى داخل الخلايا كمان عرفتوا كيف بلازما indicators cannot leave the blood vessel الأشياء اللي بتئسلي البلازما اللي هو السيرم أربيبن والإيبنز بلو داي أوكي هادلان الشغلات ما بتطلع من الوعاء الدموية عشان هيك أنا ضامن إنها ما رح تئسلي إشي تاني غير البلازما they will remain in the intravascular comportment some of them see are attached to RBCs in the plasma يعني في أشياء منهم تتصل في الخلايا دم الحمراء عشان هيك ما بتطلع أبدا من شو من البلازما تمام هلا البلازما فوليوم حجم البلازما هو البلد فوليوم تمام ضرب 1 ناقص اللي هماتوكرت هذا قانون يعني ما أتوقع إنه يجيكوا على أسئلة بس أنه لا يفهمه نفهمه بشكل عام البلازما فوليوم أنا بدي أحسب البلازما فوليوم تمام فعندي أن البلد فوليوم حجم الدم كولياته بضربه في 1 ناقص اللي هماتوكرت شو اللي هماتوكرت حكينا؟ نسبة خلايا دم الحمراء اوكي لو أنا بدي أدخل البلد فوليوم على القوس بضربها اوكي فبالتالي بلد فوليوم في 1 بلد فوليوم ناقص بلد فوليوم في اللي هماتوكرت اللي هي بلد فوليوم في اللي هماتوكرت هي يعني أنتوا نزل في القوس اوكي البلد فوليوم ضرب الهماتوكرت هي عبارة عن الار بي سي فوليوم حجم خلايا الدم الحمراء فبالتالي hemolive صفة بصفي صفة بصفي يعني بيكون عندي hemolive ci Honimy اعتبرناها Tablet او اعتبرناها RBC وهو عبارة عن Kevin nucle проход اللي en اذا احسب هذا الفلود فأنا امسك البلد كلياته وهذا وبطرح منه مين بطرح منه السلس عشان اطلع مين الفلود فأنا امسكت البلد فوليوم وطرحت منه حجم ال RBCs اللي فيها عشان اطلع البلازما فوليوم تمام